السلام عليكم جيش الإسرائيلي تمكن من السيطرة على المجلس التشريعي الفلسطيني في قطاع غزة وهذا الأمر أكدته العديد من وسائل الإعلام المهمة الغربية مثل الـ CNBC الأمريكية Business Insider وكذلك The Statesman وحتى أوساط عبرية وعربية كلها أكدت ما جرى ونتحدث هنا عن هذا المبنى وهو المجلس التشريعي الفلسطيني أو البرلمان الموجود في غزة الذي يدار من قبل طبعا حركة حماس بالدرجة الأساس وهذه القاعة الرئيسية للمجلس التشريعي الفلسطيني الذي أصبح كما نشرت الصور اليوم تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي كما تلاحظون وبأن لواء أو وحدة جولان الإسرائيلية هي التي قامت بهذه العملية وسيطرت على هذا المبنى وكذلك تمكنه أيضا من السيطرة على قيادة الشرطة العسكرية الموجودة طبعا في نفس هذه المنطقة أين بالضبط تمت هذه العملية وأين هذا هو البرلمان المنطقة وهذا المجلس التشريعي الفلسطيني هو يتواجد في هذه المنطقة تحديدا التي يجري فيها الصراع الآن بين الفصائل الفلسطينية والقوات الإسرائيلية إلى غربي شمال قطاع غزة التي تتعرض لمحاولة تطويق طبعا من الجيش الإسرائيلي وكيف جرت هذه الأمور بصور أقمار صناعية قد نشرت من قبل شركة بلانت وضحت تماما أين يتواجد وإن تتواجد القوات الإسرائيلية بالقربي أو في النقاط الموجودة بالقربي من مستشفى الشفاء هذا هو مستشفى الشفاء بحسب طبعا القمر الصناعي لبلانت وهذا هو تواجد الجيش الإسرائيلي لديهم ثلاث تجمعات كما تلاحظون بالآليات ومن خلالها يقومون بالدخول والاقتراب شيئا فشيئا من مستشفى الشفاء وهذه نقطة أخرى وتجمع آخر للجيش الإسرائيلي بهذا الاتجاه كما تلاحظون أيضا تأتي تقريبا إلى شمال شرقي مستشفى الشفاء وإذا ما طبقنا هذه المسألة على هذه الخارطة فسنلاحظ مبدئيا أو بداية بأن مستشفى الشفاء هو طبعا موجود هنا في هذه النقطة بالضبط وكذلك أن مجلس التشريعي الفلسطيني يتواجد أيضا في هذه النقطة في قطاع غزة والجيش الإسرائيلي كما نعلم سيطر على شارع الرشيد وتمكن من السيطرة أيضا على ميناء غزة وتمكن من التقدم بعد تدمير مجمع أنصار الحكومي التاريخ والخاص بحركة حماس سيطروا على هذه المنطقة ودخلوا في مسألة أو في عمليات اشتباك كبيرة مع الفصائل الفلسطينية بشكل هائل في ظل وجود مباني حكومية كثيرة لا تريد الفصائل الفلسطينية من القوات الإسرائيلية طبعا أن تسيطر عليها وتمكن الجيش الإسرائيلي من الوصول إلى هذا المربع الذي كان ظاهرا أمامنا بحسب طبعا بلانت التي تحدثنا عنها أو موقع بلانت أي بالضبط هم منتشرين هنا وهنا وكذلك في هذه النقطة وأيضا النقطة الأخرى التي تأتي إلى شمال شرق مستشفى الشفاء تأتي بالضبط بهذا الاتجاه بالتالي الذي جرى أن جيش الإسرائيلي استغل هذا التواجد منذ الحادي عشر من نوفمبر قبل ثلاثة أيام بالضبط وتمكن من عملية التقدم والسيطرة على مبنى المجلس التشريعي الفلسطيني أي أنهم تقدموا بمسافة 250 مترا فقط مسافة بسيطة للغاية ولكنها تعتبر محورية ومهمة للغاية في ظل حرب شوارع كبيرة وخسائر كبيرة يتعرضون لها من الفصائل الفلسطينية والمقاومة الكبيرة التي تبديها الفصائل الفلسطينية طبعا الموجودة في هذه المنطقة بشكل عام ولكن طبعا الجيش الإسرائيلي أيضا يجب أن ننتبه بأنه سيطرة على هذا الشارع وعلى هذا الشارع وأيضا على شارع عمر المختار الذي يعتبر شارعا رئيسيا يرتبط أيضا بشارع النصر وعلى هذا الأساس الجيش الإسرائيلي بالسيطرة على هذا المبنى كما نشر هو يوضح أن الجيش الإسرائيلي أصبح على بعد ما يقارب الأقل من 400 متر فقط لكي يصل إلى مستشفى الشفاء وكذلك أيضا في نفس الوقت أن النقطة التي يتواجد فيها الجيش الإسرائيلي هنا بحسب بلانت هي تبعد ما يقارب الأقل أو تقريبا 500 متر فقط من هذا المستشفى لاحظ بأنه مطوق وبأن شارعا واحدا فقط هو الذي طبعا يأتي غير مسيطر عليه من الجيش الإسرائيلي ألا وهو شارع الوحدة ولكن بحسب آخر صورة وآخر تحديث قادم من الأسوشيتيت فرانس بريس كان قد أكد ووضح بأن الجيش الإسرائيلي تمكن من عملية التقدم بهذا الاتجاه وقطعوا شارع الوحدة والتقت القوات الإسرائيلية القادمة طبعا من شارع الرشيد وتغلغلت وتوغلت بهذا الاتجاه لتلتقي مع القوات الإسرائيلية التي تحاول اقتحام مخيم الشاطئ والتي وصلت واخترقت هذه المنطقة لتصل إلى هذا الاتجاه وبالتالي هناك التقاء لهذه القوات تطويق كامل لمستشفى الشفاء ولكن الجيش الإسرائيلي حذر جدا في مسألة الوصول لهذا المستشفى وذلك لعدد من الأسباب المهمة سببين السبب الأول أن إسرائيل تقول بأن القيادة الخاصة بالفصائل الفلسطينية وهي طبعا حركة حماس تحديدا بأن هناك قيادة موجودة تحت هذه المستشفى تعمل في الأنفاق وتستفيد طبعا وتستغل الوقود والمولدات الكهربائية وغيرها الموجودة في هذه المستشفى وتقود العمليات البرية في شمال قطاع غزة وبالتالي هذه النقطة حساسة مهمة للغاية أي أن القيادة موجودة تحت المستشفى بحسب الحديث والكلام الإسرائيلي الآن جاءت معلومات لأول مرة تأتي ونراها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية معلومات استخبارية قد نشرت على السيانان الأمريكية عن طريق مسؤول أمريكي مطلع على هذه المعلومات الاستخبارية قال الآتي تمتلك حماس عقدة قيادة تحت مستشفى الشفاء وتستخدم الوقود المخصص لها ويتجمع مقاتلوها بانتظام في أكبر مستشفى في غزة وحوله بالإضافة إلى أن جيك سوليفن مستشار الأمن القومي الأمريكي قال يمكنك أن ترى حتى من خلال تقارير مفتوحة المصدر أن حماس تستخدم المستشفيات إلى جانب الكثير من المرافق المدنية الأخرى للقيادة والسيطرة وتخزين الأسلحة وإيواء مقاتلها في نفس الوقت وطبعا هذا يوضح لماذا الجيش الإسرائيلي قام بعملية التحرك بهذا الشكل في عملية اقتحام شمال قطاع غزة وركز على عملية التقدم في هذين المحورين لأن الحكومة الخاصة بحركة حماس كلها تقريبا متواجدة هنا في ضاحية الرمال التي تعتبر هي العاصمة الإدارية لمدينة غزة بسبب المباني الحكومية الكثير الموجودة هنا وكذلك بسبب المعلومات التي تمتلكها إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية بأن القيادة الخاصة بالفصائل الفلسطينية في هذه المنطقة هي موجودة أيضا في هذه النقطة بالتالي السيطرة على مجلس التشريعي الفلسطيني الوصول إلى مستشفى الشفاء أيضا والسيطرة على كل المباني مثل مبنى القيادة العسكرية الفلسطينية في قطاع غزة كله يوجه ضربة معنوية كبيرة للفصائل الفلسطينية ويمسكون بكل مرافق والمباني الحكومية الخاصة بهم طبعا وبالتالي يقومون بتقدم بعدها بحرب شوارع من دون وجود مباني حكومية ممكن للفصائل الفلسطينية أن تستغلها والسؤال هنا بما أن هناك قيادة موجودة في مستشفى الشفاء إذن ما الذي تنتظره إسرائيل ولماذا لم تضرب إسرائيل هذا المستشفى وتنهي السيطرة على هذا الموقع وتبقي السيطرة بحسب آخر التحديثات التي ظهرت لنا بهذا الشكل وأغلقوا هذه المنطقة سؤال مهم بكل تأكيد والإجابة محرجة بالنسبة للجيش الإسرائيلي إسرائيل قلقة جدا من مسألة المدنيين بسبب عدد الضحايا الكبير والأبرياء الحقيقة الأرقام من الأبرياء الذين سقطوا بشكل هائل من الشيوخ من النساء من الأطفال دون أي سبب وبأن هناك أطفال ونساء وشيوخ ومرضى لا زالوا موجودين في هذا المشفى وإسرائيل لا تريد توجيه ضربة على هذا المشفى لأنها قد تفقد الدعم الذي تتحصل عليه إن كان من الولايات المتحدة الأمريكية أو بريطانيا أو غيرها فعلى سبيل المثال صادرت إحصائية من الواشنطن بوست الأمريكية في الأربعة وعشرين ساعة الماضية وضحت عدد القتلى من الأطفال أثناء الحرب على قطاع غزة بشهر واحد كما تلاحظون من هذه الإحصائية فمن قتلوا في قطاع غزة من الأبرياء من الأطفال طبعا أكثر من أربعة آلاف طفل كما تلاحظون وهذا مقارنة بما جرى من قتل للأطفال خلال القرن الواحد والعشرين بأكمله مقارنة بأي دولة أخرى سترى بشهر واحد إسرائيل قتلت أطفالا بعدد أكبر من الأطفال الذين قتلوا في العراق من الذين قتلوا في اليمن وبدأت شيئا فشيئا تقترب من أفغانستان وبدأت أيضا يبدو بأنها طموحة لكي تصل أيضا إلى سوريا وبالتالي هذه قد تصل إلى لتصبح أكبر فاجعة إنسانية على الإطلاق يتعرض لها الأطفال فقط طبعا عدى النساء وعدى الشيخ وعدى الأبرياء الآخرين وهذا الأمر هو الذي لا يخدم إسرائيل أبدا وبالتالي هي حذرة في التعامل مع مستشفى الشفاء بشكل كبير وخاصة أنهم اكتشفوا أيضا أن هذه المسألة ووجود هذه الأنفاق في هذه المستشفيات يتواجد أيضا فيها رهاء وأسرى يحاولون من عملية إطلاق سراحهم من المتعددين جنسيات وهذا الأمر أصبح واضحا لأجانب الإسرائيلي بعد سيطرتهم على مستشفى الرنتيسي التي تبعد ما يقارب الأقل من كيلو مترين من مستشفى الشفاء سيطر عليه الجيش الإسرائيلي واكتشف الجيش الإسرائيلي بحسب طبعا ما وثقته السي أن أن من تصريحات قادمة من الجيش الإسرائيلي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ذهب بنفسه إلى مستشفى الرنتيسي التي نتحدث عنها هنا وكان قد ظهر بجانب هذه المستشفى وقال وأوضح بأنه بجانب أيضا هذا النفق الذي ترونه الذي قال بأن هذا النفق هو متصل بهذا المشفى تحديدا وقال بعد الهبوط أو النزول بهذا النفق بشكل واضح لعمق ما يقارب الأكثر من 20 مترا كما تحدث وصل إلى هذه المرافق أو إلى هذا القبو الذي قال بأنه يأتي تحت مستشفى الرنتيسي طبعا ووضح وأصبح واضحا لهم ظهر أمامهم كرسيا وعليه ملابس لامرأة وملابس نسائية وكذلك تلاحظ بأن هناك حبالا في هذا الكرسي وهذا يوضح بأن هناك امرأة مختطفة أسيرة موجودة في هذا الكرسي أو في هذا المكان وكذلك أيضا تلاحظ زجاجة حليب للأطفال أو رضاعة حليب للأطفال موجودة أيضا في هذه النقطة مما يوضح أن هناك أيضا طفلا موجودا كأسير أو كرهينة في هذه النقطة في القبو وفي نفس الوقت ظهرت العديد من المرافق التي من المفترض أن لا تكون موجودة في القبو عادة في القبو لا ترى مثل هذه المرافق مطبخ وحمام وغيرها كل وسائل البقاء موجودة طبعا في هذا القبو تحديدا وكذلك أوضح بأن هناك مخبأ بهذا الاتجاه وهو الذي قال بأن إسرائيل تعتقد تماما بأن في هذا المخبأ يضعون الرهائن أو الأسرى موجودين هنا وأوضح أيضا بهذا الشكل الستائر الموجودة على الحائط أنت لا تحتاج إلى ستائر عندما يكون هناك حائطا أنت تحتاج إلى ستائر عندما يكون هناك شباكا وبالتالي هم فسروا طبعا هذه المسألة بأنها لإلتقاط الصور للرهائن أو أخذ صور مصورة أو فيديوهات أو غيرها من أجل إثبات حياة هؤلاء الرهائن والمقايضة عليهم واللعب على هذه الورقة المهمة للغاية وأيضا ظهر بجانب هذا الجدول الذي ترونه وإذا ما اقتربنا من هذا الجدول ففي هذا الجدول أو التقويم كما هو واضح واضح بأن معركة طوفان الأقصى مكتوبة السابع من أكتوبر ومثل هذا التقويم يوضح بأن الفصائل الفلسطينية لا تستخدم الأجهزة الذكية السمارتفون أو الساعات الذكية كذلك في نفس الوقت وتستخدم اتصالات عادية طبعا بالوايرات أي أنه اتصال عادي لا يستخدمون أي شيء ذكي أو سمارت لأن هذه من الممكن أن يتم تعقبها أو تتم يتم تعقب هذه الأجهزة وممكن أن تكشف مواقعهم وبالتالي هم يستخدمون أجهزة عادية للغاية وبالتالي هم بحاجة إلى التقويم وهذا يوضح منذ العملية منذ السابع من أكتوبر هم جاءوا إلى هذه النقطة وضعوا هذا التقويم وأشروا على كل هذه الأيام وواضح بأنهم غادروا في الرابع من نوفمبر آخر يوم لهم موجودين في مكان تواجدهم طبعا كان هو في الثالث من نوفمبر وفي نفس الوقت أيضا ظهرت دراجة نارية وجدوها أيضا في نفس القبو تحت مستشفى الرنتيسي وظهرت أيضا ألامة رصاصات كما تلاحظون وأيضا أسلحة موجودة بحسب ما تحدث عنه الجانب الإسرائيلي ووثقه الجانب طبعا الأمريكي أيضا في نفس الوقت وبالتالي وعلى هذا الأساس هذا يوضح بأن الفصائل الفلسطينية عندما قامت بالعملية الكبيرة الناجحة في العمق الإسرائيلي في السابع من أكتوبر قامت بعملية أخذ الرهائن معها وانسحبت مباشرة إلى مستشفى الرنتيسي وقامت بالتواجد في هذه المنطقة وأخذوا معهم الرهائن وبالتالي هذه كلها مؤشرات على أن هناك رهائن في شمال قطاع غزة هناك رهائن متواجدين طبعا في هذه المنطقة تحديدا وهم قد يكونوا من متعددي جنسية وكذلك في نفس الوقت أيضا بأن كانت هناك الكثير من الطائرات التي تحلق من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل فوق خان يونس أيضا وهذا ما يوضح أن هناك أيضا رهائنا في جنوب قطاع غزة وبالتالي هذه المنطقة المحاصرة التي سيطرت عليها إسرائيل تقريبا أو طوقتها إسرائيل تقريبا هناك أسرى ورهائن وهو المسألة وهي المسألة التي تهتم بها ليست فقط الولايات المتحدة الأمريكية وإنما الدول الأوروبية بأكملها وهناك مفاوضات الفصائل الفلسطينية كانت واضحة في الأربعة وعشرين ساعة الماضية وقالت بشكل واضح بأننا مستعدين ومستعدون لإطلاق سراحي ما يقارب الخمسين إلى سبعين امرأة وطفل مقابل إطلاق سراحي عدد لا بأس به مئتي طفل موجودين أساسا في السجون الإسرائيلية وكذلك خمسة وسبعين امرأة فلسطينية تطلقون سراح هؤلاء نطلق سراح العدد الذي ذكرناه وأيضا في نفس الوقت يريدون هدن لمدة خمسة أيام ومن خلال هذه هدن يجب إيقاف اطلاق النار في قطاع غزة بأكمله وواحدة من الشروط للفصائل الفلسطينية أن يكون هناك يبدخلنا لجميع المساعدات الإغاثية المطلوبة من الوقود ومن الطعام وغيرها وبالتالي الفصائل الفلسطينية تأخذ دورا وتأخذ المبادرة الآن وبدأت تفاوض وتتحدث واضح عن مسألة الأسرة وإسرائيل بدأت تدرس هذه المسألة بشكل واضح ويبدو بأنها ستوافق قريبا بحسب ما ذكر في الواشنطن بوست هنا من مسؤول إسرائيلي رفيع وذكر الآتي سيكون هناك وقف مؤقت لإطلاق النار لنحو خمسة أيام مع تبادل الرهائن والأسرة وبالتالي ننتظر هذه كلها مسائل وتطورات كبيرة على المستوى العسكري وعلى مستوى أيضا السياسي وورقة الرهائن المهمة للغاية